اشتركوا في القناة هذا وليكم من بعدي طبعا واضح ان الولاية هاهنا بمعنى الامرة وانه اولى بكم من انفسكم صحيح البعض اراد تضعيف هذا الحديث لكن لا سبيل له الى ذلك بعد تصحيح علماء المسلمين لهذا الحديث والبعض الاخر حاول التلاعب بمعنى هذا الحديث التحريف المعنوي هذا وليكم من بعدي امفسر الولي بالمحب لانه من معاني الولي المحب طبعا سياق الكلام واسلوب الكلام والموقع يا ابا هذا التفسير امير المؤمنين علي بن ابي طالب يحبكم من بعدي اولا حب امير المؤمنين عليه السلام للصحابة المنتجبين المؤمنين هذا كان في زمان الرسول ولم يكن امرا خافيا لكي يحتاج الى بيانه ثم بعد ذلك يقول فان اطعتموه رشدتم هذا فان اطعتموه رشدتم قرينة مقالية على ان الولي هنا بمعنى الاولى بالتصرف هذا وليك فاذا اطعته كان فيه رشدك يعني اصبت طريق الهداية لان الرشد هو اصابة طريق الهداية حينما يقول رسول الله صلى الله عليه ولهذا الكلام هذا وليكم من بعدي كلمة من بعدي القرينة الاولى القرينة الثانية فان اطعتموه رشدتم والقرينة الثالثة انه هذا الحديث لو كان للولي معنى غير الاولى بالتصرف كان كلاما لغوا ويجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللغو يعني علي بن ابي طالب يحبكم من معدي شنو هذا الكلام ثم ان هذا الكلام ايضا اذا كان الولي بمعنى المحب ليس بصحيح امير المؤمن عليه الصلاة والسلام ما كان يحب بعضا من الناس وما كانوا يحبونه كما هو واضح لذلك حاربوه وحاربهم لو كان بينهم حب ما وده هل كان يحصل قتال بينهم كلا فاذا هنا الولاية بمعنى الاولوية بالتصرف هناك الولاية لله الحق في يوم القيامة الولاية الولاية يعني التصرف والسيطرة والاولوية بالتصرف لله سبحانه وتعالى في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى منح الولاية لرسوله محمد صلى الله عليه وآله ومن بعد الرسول محمد منحها الولاية إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام زين بعد الثبوت أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الأولى بالناس وأن على الناس أن يطيعوه لكي يصيبوا طريق الهداية والمفهوم أنه إذا خالفوه لم يصيبوا طريق الهداية وإنما وقعوا في الغواية قد تبين الرشد من الغي إذا ليس طريق رشد يعني طريق غي لا طريق ثالث بينهما